قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمنية للإصلاح الأستاذ محمد عبدالله اليدومي إنه كان يجب أن يكون للشرعية من يمثلها في لقاء مسقط لتبادل الأسرى والمختطفين مع ميليشي الحوثي ونوه اليدومي في منشور على منصة إيكس مساء الخميس بتوجيهات مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي في الخامس والعشرين من يوريو الماضي وذلك بالتوجيه لفريق التفاوض حول الأسرى والمخفيين قسرا بالتأكيد عليهم بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح الأخ محمد قحطان أو على الأقل تقدير الكشف عن مصيره وأكد رئيس الهيئة العليا للإصلاح أنه بعد هذا التوجيه انعقد في مسقط لقاء للميليشي الحوثية تحدثت بلغة واحدة